مرحبا بيتش بالبداية حب أعرف أنت شون كملت دراسة وتخصصتي بتخصص معين تفضلي أحتيش بالبداية أنا درست الكلية ماتي وكان عندي اختصاص ما قدر أقوله شون اختصاصي بس هذا الاختصاص أثر على حياتي وصرت أتعامل والأهلي والصديقاتي وكل بهذا اختصاص يعني صرت مثلا أحاسبهم أهتم بيهم أكثر أنطيهم بنصائح حتى الأطفالهم يمكن وضح عدة شلسة عن شون اختصاصي بس هو خلاني يمكن قد ما أنا متعمقت بي خلاني أحير بالاختيارات اختيارات الزواج بالنسبة للطلب هذا الاختصاص بشكل عام اختصاص جدا جميل وبالعكس يعني يخلق حالة المفروضة من التوازن ما بين علاقتهم بالأفراد الآخرين خصوصا أنهم يستطيعون تحليل نفسية الشخص الآخر ويمكن حتى من نظرة العين ممكن يفهمون يعني وهذه نوبات صعبة يعني أنا أذكر أنه خالتي كانت اختصاص نفسي كنت حتى يعني أخاف أقعدي أمهل يعني أحس حتى تقراني وتقرأ مشاعري وتقرأ شكو يدوروا ببالي فأصحاب هؤلاء الاختصاص يعني الشخص يعني لا إراديا يكون حذر بالتعامل وياهم يعني يعرفوا أنهم ما يقدرون يقرون أفكارها بدون ما يتحدث عنها أوكي فهي شي شخصية لازم تحسس الأطراف الآخرين بالأمان أو حتى لو كانت هي ذكية جدا يعني أكيد يعني يحتاج لها ذكاء أنه أنا أقرأ شخصية ستنور أو ستنور تقرأ شخصيتي فالشي يحتاج لذكاء فعني شلون أنا ما أحسس الطرف الآخر أنه أنا أملك هذا الذكاء حتى يأمن من عندي وبالتالي يحكي لي شون المشاكل اللي يمر بيها شون العوارض اللي يمر بيها يبدي يعني يفتح لي قلبه وأقدر أنا أدخل على يعني أصحاب هاي الشخصيات أنه يبتعدون عن التحليل المستمر للآخرين هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا حتى أوكي أنا أعرف أوكي أنا فاهمة للآخرين أنا كدائي أنظر عليهم مثل ما أتحدثت الأخت عن حالتهم يعني أنه التخصص اللي أنت درستي أثر عليك وعلى عائلتك وتعاملك وياهم هل أثر على اختيارك لشريك حياتك؟ رفضتي هوايا ناس لأن بالبداية كل شخص يجيني أطلع عليه نقطة سلبية وهذا الشي غلط المفروضة أني أواجه شخص وأحكيها حتى أعرف هاي السلبية اللي أنا مخليتها بنظري صحيحة أو لا فهوايا اختيارات كانت قدامي وآخر واحد اللي أنا قلت لازم بعد أنه أنزوج ما صارت لي فرصة أنه أشتغل بمكان ويتشنت محتاجة أنه أشتغل لأنه أهلي يصرفون علي ومتمكنين هذا الشخص كان من عائلة زينية وهو صاحب يعني شغل بس شغلة على قد أنا ما اختلفت بالموضوع بشان عندي المادة أهم شي لأنه أهلي يعني زينين واعتقدت أنه رح يساعدوني بعد الزواج المهم أنزوجت هذا الشخص وحياته إياه ما بيها أي مشكلة بس أشوفه دائما يهتم التليفون وأنت عارفين أنا يعني اهتم بالتفاصيل ودائما ندقق بيها أشوكت بدت المشاكل بينتش وبين زوجتش وممكن نسميها مشاكل أو أنت ممكن تأخذيها بطريقة ثانية ممكن أنه ما تعرضيها إلى مشكلة تتفاهمين بيها نقول شنو بدت مفارقات الحياة مع الزواج شكيت بالموضوع شكيت أنه عنده شيء بالتليفون ما عرف الرمز تليفونة ولا أعرف أفتحها بس دائما هو مثلا وإحنا قاعدين يصفن بتليفونة هواية يكتبوا هواية ما أقدر أنه أجي أباوة بتليفونة لأنه أحسها هاي خصوصية فصارت في اليوم الأيام موقف عدي وقبلها أنا أصلا يعني اكتشفت أنه أنا حامل بس هذا الموقف اللي صار أنه سمعته هو يحكي بس كان يحكي بعصبية بالتليفون ما كان أنا هدفي أنه أصنط عليها وأسمعها بس هو كان صوت عالي يعني شا سوي يقول لها وحدة ثاري يعني إنو يحكي ويوحدة يقول لها لا تخربين على بيتك ولا تخربين على الثاني وأني مجبور وحكي هواي حكي يظلي صافني يعني جاي يمثل وجاي يحكي بأمور وياه هو شخصية سكتت وما سألته ولا هو شافلي ولا أعرف أنه أنا سمعته استمرت الحياة عادي بقى نفس الشي دائما مهتم بتليفوني وبس هذا الموضوع بقى بالي عني وأني شكيت وأنا أبسط شي دي شكي بمواضيع وتصوري إنو يصير وياي هيتش موقف ما حتشي تلاحد لأن أنا شنتم نظري إنو أي شخص قدامي إنه هو عنده أخطاء فمجلت أثق إنو أحكي الأحد لا أمي لا أختلال أي أحد ما أحكي الأحد في يوم الأيام يعني شفت تليفونة رسائدة تجي الصبح هو راح للحمام فأنا ما أدر شون يعني عبالك في شيء براسي يجي نوان لازم أفتح التليفون فتحت التليفون مكتوب يعني صباح الخير حبيبي ورقم فعنش سوى أخذت رأسا كتبت الرقم وما واجهته وبين راح هو ما قدرت أخابر من تليفوني يعني أكيد إذا أخابر من تليفون لحد يقول له هذا الرقم انت صالبية وراي يعرف إنو هذا رقمي يكتبها أبسط شيء يطلع عندها رقمي فسوت أخذت رقم عمتي يعني هي أمتي تليفونها أخذته اتصلت طلعت ابني تفضلي منو أنت قلت لها أنت مو معلي يعني سوت هتشي فقالت لا أنا مو معلي أنا أصلا ما عدي أطفال وضعت تضحك هتشي قلت لها صوتي تش حلوة خلو نصر صديقات قلت لي لا العفو أنا ما عرفتش حتى مصير صديقات وهي تشي وشنو نقول لي صوت تشحل فظنت بي سوء المهم سادت التلفون وقلت شو راحت أنا بعد الموضوع يعني ثبت النور عندي أنو ديحت شوية ابني ودزت له رسالة وهذه فطلبت ابني أما أنو نطلع يعني أول مرة أشوف أنو أحلة تتعامل مع شخص أو زوج يعني عدة علاقة ثانية أبي هذا التفاهم الحلو يعني حد التوصلين النتيجة استمريتي على هذا الوضع وتغاضيت النظر عن اللي صار بعدين شو اللي صار بحياتك اهتميتي بطفلك صار طفل ثاني؟ طلعنا وأني يعني كان عندي يعني على وشكنو الولادة يعني هاي الفترة كلها طلعنا بمطعم وسلفته إياه وسلفت إياه بسلوب يعني بشنت عاصبية أو لا هو تنرفز من كلام قلت له أنا سمعتك و سمعت هذا الحشتح شوي بني و واحدة دزلت لك رسالة وهي شي مكتوب بالرسالة هو يعني أكيد يعني ما قال إنو هذا الشي صحيح المهم رجعنا البيت عادي لأن شافرت فعلي بسيط ما تشلت يعني منهارة أو شي حتى ما حسب الغيرة وعني شنو شنو ردت حسب إنو أنا علمين وهي الأمور لازم تتواجه بالتفاهم حتى أعرف شنو ما فاد ويال حد شي وبقى نفس وضعه بس هو بالبداية التزم يعني بتلفونة يعوفة وهاية يعني شون خايف مني لأنو من حجيت لاني يعني ما نتبه على التلفونة هي بدايتها جانا جدا صحيحة لكن قدتها نقطة واحدة اللي هي موضوع إنو متقمصة شخصيتها بحيث تكون إنسانة متوازنة مئة بالمئة ما تظهر عن فعالاتها نواة الإنسان محتاج يظهر عن فعالاته حتى يحسس الآخرين إنو هو متن بيوم إن هو دا يتأثر ولو نوعا ما من تصرفاته يعني ما يكون هو على المصدر بشكل مئة بالمئة هي شخصية متوازنة وصراحان حبيتها وأتمنى لو بالفعل إنو أتعرف على هذه الشخصية حقيقته لأن إنسانة متوازنة ما بين مشاعرها وعواطفها وأحاسيسها لكن من نفس الوقت إنسانة مثالية أكثر من اللازم بالتالي الحياة تحتاج أخذه عطاة تحتاج تنازل من الطرف الأول وتنازل من الطرف الآخر هذا مو معناها هي متنازلت يعني كثير من أنا سمعت قصتها قلت له أنا موقف من هاي المواقف كان ردة فعلي تكون غير شكل يجوز عنيفة يجوز يعني بها نوعا من العصبية بها نوعا من ردة فعل لكن هي تعاملت بتوازن مع حياتها جدا عقلانية يعني أكثر من الحد المطلوب نيش لأن بالتالي إنو كثر ما هي عقلانية ما حس زوجها بعاطفة تجاها نهائيا يمكن هي لو شوية محسستة ويهاي العقلانية إنو هي إنسانة تمتلك أحاسيس ومشاعر كان حسابها حساب لكن هو لقاها دائما تتصرف واحد زائد واحد يساوي اثنين اثنين ونص ما يصير اثنين اللي شوية ما يصير لا فهذا الشي يعني ما نقول عليه خطأ أبدا لا هي صرفت في تسلسل حياتها أنا أشوفها بالشكل الصحيح لكن المشكلة كان نقص العاطفة إنو محسست الطرف الآخر بأهمية وجودها ليش؟ يعني كانت تقبل أي شي من عنده حكم إنو هي أنت مو مهم بحياتي فبالتالي هساني لو أحد يتصرفوا يتعملوا ياها الطريقة فسرها شي واحد إنو هذا الشخص هو مو مهم بحياتي فبالتالي إذا ارتبط أو مرتبط انفصل أو ما انفصل أساء أو لم يسي عندي كلها شي واحد بالتالي إنو أنا لا زعلت ولا تأثرت ولا مقهرت وحتى من جيت وعاتبت عاتبت بكل دم المواسية هذا الشي الرجل ما يحبه يحب إثارة يحب يعني شي إنو أرضى وما أرضى أزعل وما أزعل أسموهم كلها صح ولا كلها خطأ أوكي العقل مطلوب وبالعافية على رزانة عقلها يعني شايلة كم من رزانة العقل وبالفعل الشخصية عقلانية مهمية لكن خروج عن المألوف فد شي مهم وضعت شب صورة عامة مع الزوج استمر شفتي إنو يعني مكتفي بيتش أم في بعد بحياتي شخصتان فترة ورجع نفس الشي فحجيت وي أمي قلت لازم أدخل طرف بيناتنا فأمي حجيت وياه بس أمه تعاركت وياه فهو بعصابيته قال أنا غير متزوج نحن نصدع منه لا أمه تدري ولا أنا أدري طلع متزوج علي أبو متزوج علي أصلا هو متزوج وحده وأنا متزوجه الثاني شون السبب يابا ليش أنت منزوج وأهلك ما يدرون قال أنا مشكلتي يعني تعفونا أنا ما عندي وهي بساعدتني وهي اعتراتي وخوش ابني يوم هاي شون أهله حسيتهم مرفضة والموضور يعني كبرت بنظرهم الوحدة اللي ساعد زوجه فمعرف يعني أنا بقيت حائرة يعني إحنا وحده كانت تصرف علينا يعني الصوري وحده كانت تساعدنا بالمصر وتدري أنه أنا والزوجة صارت مشكلة من هو تزوج وهو مفهمة أنه هو مجبور تزوجني وأني شون جيت عن طريق أهلي موضوع الزوجة الثانية في وقتنا يعني يجب على كل مرأة أنه تتوقع أنه يكون حياته يعني المفتاحات العفولة بحياتنا صارت كثيرة صار رجل بشي عادي يعني حتى القانون سمح له فصار شي عادي أنه الزوجة تعرف أنه زوجها منزوج عليها أو تلقي نفسها زوجة ثانية وما تدري وهذا الموجود بالمجتمع العربي يعني فترة قبلنا أما الآن بدينا نتفاجئ بهذه الصدمات أو حتى كانت تكتم احتمال مضيع هذه الأشياء فيمكن يموت الزوج أو تموت الزوجة يلا تعرفوا أنه أكو زوجة ثانية لكن هس بوسائل التواصل الاجتماعي والتيفونات وكذا صارت الأمر ينكشف بسرعة وأيضاً صار الأمر سهل جداً أنه أي شخص يرتبط بزوجة أو زوجتين خاصة يعني بوضعنا بثرة الأرامل والمطلقات وغيرها صار أكو حاجة لهذا الشيء وأحنا إذا افترضنا أنه هو تزوج كان منزوج أو تزوج الزوجة ثانية أو هي الزوجة الثانية ومشت الأمور طبيعية هذا فالشيء طبيعي لحد الآن يعني مثل ما هي أيضاً سردت بالقصة قالت أنه أنا شفت أنه هذا فالشيء لابد من عنده وبعد ما اتزوجه أنا حافظت على حياتي لكن هذا ذكاءها لو استخدمها شوية عاطفة تجاه زوجها كان كسبتها وخلتها يترك هذه المرأة لأن من الواضح أنه ما كان في علاقة حب حقيقية وهي الطرف الأول فبالتالي تركها وبدأ يبحث عن بداء الأخرى فإذا كانت القصة وهذه المرأة ليس صادقة 100% هي كانت صادقة 100% لكن هي منطتها يعني فد مجال أنه هو يطور علاقتها وياها حقها أنا ما ألومها لأنها صدمت أنه هي ماشية كل شيء على القواعد والقوانين ولقيتها أنه هو مرتبط في إنسانة أخرى بالتالي هي ما ظهرت انفعالها لكن تركت شيء بنفسه بين مرور الزمن فبعد الصدمة الثانية ما تحملتها كان رأساً قرار قاطع إنه هذا شخص عنده نزوات وشهوات فبالتالي الحياة وياها أصبحت تشعر بالخجل يعني هي تعيش وياها يعني مثل هذه الشخصية هيتش فاهمة هي هيتش فاهمة أنا شون فسرت الموضوع يعني هو ما حتش بهذا الشي بس أنا من خلال كلامه وياها أنه قالها أنه أنا مجبور فحسيت أنه شون قال لها أنه أهلي جبروني على الزواج وهاي عن طريقهم أنا عقلانية بس تقولين أنت يكيد انفصلتي رأساً صار هذا الموقع لا ما انفصلت لأنه أنا على وشك ولادة وصار عده والطفل وما أحدش بالموضوع لأنه الصراحة ما مؤثر علي يمكن يروح بوقت إنها حتى ما سألتش وقت تروح لها أو هي يمكن أن يكون بنات رأساً يقول لها شون تروح لها تغار علي وهذه أنا يعني يعني أنا اختيارة إلي كان بعقلانية يعني منصار زواج ده بعقلانية فهو الظاهر يروح لها بوقت يعني شو الله وهي أصلا دوامعتها فأني ما مؤثر علي وما بايتعتها أصلا هو شون الفيلم وليه شي تشي ما أعرف يدرون أهلها ما يدرون ما أعرف ضار يجوز حتى ما يدرون أهلها لأن شون وحدة بالزوجة واحد وهي أصلا ما يروح يبات يمها يعني محفولة وبني يقول أصلا متزوج شي اياها مخلاني هذا البشك فرضيت بالأمر الواقع وبقت يعني على مود ابني والوضع تمام مشكلة صار عندي طفل ثاني ابني صارت عدي وأني مهتبى بهم يعني بابني وبنتي وأعلمهم وأفكي لأن أنا اقتصاصي وشغلي فاهتميت بهم كل شو بس الفترة الأخيرة من اهتميت بهم هملته هو هو أنا بالبداية علاقتي بيت شونت علاقة شون سميها مثل ما قلت لك عقلانية أنه زوج وزوجة مو اللي بالزوجين عن حوب أو هاي يعني يمكن من الزوجين عن حوب رح يصير حياتهم أكثر بها اهتمام بالآخر أنا اهتمامي به طبيعي مو ذاك الاهتمام هذا الاهتمام الطبيعي قطع عنا واهتميت بأطفالي أكثر من شوية وعوا وبدوا يحشون ضليت يعني أعلمهم حتى لغة انجليزية أعلمهم أشياء أعلمهم اهتميت بدراستهم يعني كل وقت إلهم للبيت وإلهم فهاي الفترة بعدين شون الواحد يواعيت شبشي أنه هو شو رجالي يعني شون اللي انسحب مني مني حسيته أنه مو بس هاي البنية اللي هي أنا أصلا بوقتها يقلت يجوز عافة يجوز علاقة وعافة صار عنده هواي علاقات من خلال اتصاله اتجرأت أنا أخذ تلفونه هو مو خلي باسورد لأنه متأكد أنه أنا ما أفتح تلفونه وأعتبرها خصوصية بس أنا شون ردت يعني شون ردت أنه أبوقتها ما أدري شون اللي إجاني بتلازم تفتح خلي شوف الوضع وين وصل لحد الان شوفت عدة علاقات كل شو هواي والعلاقات مو هي علاقات واحد ووحدة يعني علاقات يعني علاقات يعني مو حلوة يعني علاقات ما أدري شو سميها بس يعني شون اللي يصير بين الزوج و الزوجة بس بالتلفون وي هواي بنات وهواي صور عنده حلوة وأنا انصدمت بي وانصدمت يعني مثلا أنا المقصرة بهذا الجانب هو يعني حتى بس أنا مهم يكون مو ذاك القصور اللي حتى أنه يروح يصير عدة علاقات كل شو هواي وي البنات فقلت هذا مو ما يستاهل تعبي على الأطفال وهذا من راح أكبر راح يشوفون أبوهم هيت شي أخاف يؤثر عليهم فأنا قررت أنه ألسح من حياتي والقرار كان عندي ماكو أي مشكلة ماكو أي مشكلة ببناتنا هذا راح يبقى أكيد راح يزوج علي وأكيد راح يبقى فيه شي شي وما حاولت أنه أصلح به لأنه إذا هو ما ينتبه النفس يعني أنا أنتبه له ومرة تعلم رجال فأنا هاي تفكير وهاي عقليتي قلت له خلي ننسحب بهدوء أنه أنا أريد أنفصل عنك وهطفالك يشوكت ما تريد تشوفهم هو صدم لأن ماكو أي مشكلة ببناتنا وما رايد أنه يتركني لأنه شاف أنا مؤثر عليه ولا ضيقة عليه وحياته وياه كلش طبيعية وأضحك قلت لك أنا عقلانية الموضوع أنا مو مزوجة عن حب ولا تعلق ولا عندي أنانية بأنه حتى هو ذا يريد الزوج وقتل وقال له أنا مثلا وحدة مثلا هو متعلق بيها وقال له تزوجها كان قلت له أوكي بس هو المشكلة كان هواية فهذا الشيء يعني مخجل شنو الإجراءات القانونية سوتيها من رحتي لأهل طلبت الطلاق أو شنو الإجراء اللي قبله فقلت له أنا أريد أنفصل وخليني أروح الحالي باستضطيني حقوقي لأن أنا ما أقدر أنه أعيش وعيش أطفالي بدون حقوق فلا تعاند لا توقفوا بطريقي يعني أريد أبني حياة من جديد يعني خلي نقول هي مروح نشوفي يعني تعريف النفقة أنت ما ديدرين أنت هستوي عاقدة عاقدتش وتجين تروحين تقيمين على زوجة نفقة هو رح ينفق عليتش عرفتش شون؟ يعني أنا ما معقولة أروح أختلق مشكلة من لا شيء أنا ما قايل لك ما نفق هاتي طبيعي لكن في حالة ما دفع فراح تروحين أنت للمحكمة أو المحامي رح يبدأ يقيمي لك مثلا أول شي قام لك يقول لك صالت إش قد زعلانة مثلا تقول لي لا أنا صالت زعلانة أربع خمسة شهر يقول لك هس أنت بالوجه تستحقين النفقة الماضية مال هاي الفترة الزعلانة عندك يقول لك كما أنت تستحقين نفقة مؤقتة اللي هي تكون الفترة فترة الخصومة خلق نقول خصومة الدعاوة يعني أنت قايمة عليه مثلا الزوج قايمة عليه بيت الطاعة وانت قايمة عليه تفريق هاي صحولها نفقة مؤقتة إلى حين حسم الدعاوة تمام؟ تبقى المستمرة أيضا تنقام بنفس الوقت تمام؟ اللي هي يحددها هاي تبقى شوان ما للحياة الطبيعية يعني هاي واجبة ثابتة عليها بكل الأحوان إلا إذا أكو مانع قانوني على النفقة فقط لأن هي مثل ما نقولتها يعني أكثر من شغلة ماسكتها ماسك يد عليها فبالتالي اتفقت ويا من البداية إنه هي بالفعل حت تتخذ هذا الإجراء وإنه هو لازم يتقبل هذا الإجراء وكان انتفاق كل يعني هي تصرفها وعقلاني وشغلة بعقلانية فأكيد هي من أخذت النفقة وهي اللي هجرت وهي طربت الأمفصال هو ما عندها فد رابط بها غير فقط الأولاد وسمحت لهم خلاص والمبلغ هو عدة إهلا مو كلش متمكنين لا يقدر يسده ماتين وخمسين يقدر يسده يعني ما هو عائق حتى تمنع من الارتباط بعلاقات وأخرى فبالتالي تصرفها متوقع جدا المفروض هي متتأثر من عنده وهي بدت بداية جيدة من حقها إنه تشوف حياتها ومستقبلها سواء هي ببيت أهلها أو طالبها ببيت تجي يمها هوا مجبر إنه يبطي نفقة إلها في حال امتنعت عن الحضور فهي ما تستحق نفقة إذا كان امتنائها بدون سبب أما إذا كان أكو سبب مثلا منطاها مهرها معجلها ماكو بيت موالم للمعيشة أو مريضة فاد مرض عالظال ما يسمح لها إنه تروح فالحالة هي تستحق النفقة هو ما تجاوبني ولا عرف يتجاوب لأنه أنا تصراحة حتى من أحد شويا بيتي طريقة ما يعرف يتجاوب يقول لي أنتي تحكين مثل لغة الجامعات يعني هاي من قبل يعني هو يجفاهم أنه أنا شخصية المهم رحت لأهلي وأهلي ما نصدمون لأن دائما يقولون أنت في الأفلانة يعني هي تنظر علينا هي فلانة دائما تقول أنت صح و أنت غلط فما تفاجأوا أنه أنا قررت أن فصل و جبت أطفالي بس شون يعني حسيت أنه أنا عباء على أهلي رح أصير طبعا على الأهل إذا كثير يعني من الأخالي في كل بيت عندنا تقريبا بالعراق أما حالة أمرأة مطلقة أو حالة أمرأة أرملة أو غير متزوجة أو عانس غير متزوجة فبالتالي هنا لازم يضطوها الأمل بالحياة المستقبلية يشجعوها أنه تلقي فرصة عمل تفتح لها نافذة من خلالها تتواصل ويا العالم ما يكون خوفهم عليها يقيدها ويحرمها من الحياة وبالتالي تمر بأزمة نفسية مثل ما أخذنا قبل وتحدثنا عن قصص سابقة هذه المرأة أصرفت بشكل صحيح وعقلاني مئة بالمئة والمفروض ما تهتم إذا كان هو شخص غيره يعني متوازن شخص بحث عن جانب معين وهي شهواته فقط وترك حتى عائلته وأسرته وأولاده فالمفروض الآن هي تهتم فقط يعني ما يأثر هذا الموضوع عليها نصيحة أنه لا يأثر بفعل مثل ما هي اتخذت الخطوة الصحيحة تبدأ بالفعل بناء نفسها وبناء أطفال عائلتها بالشكل الصحيح وأيضا نصيحة أخرى أنه لا تحاول تشوي صورة الأب للأولاد حتى لا يرد عليهم بفعل عكسي وإنما خليه أنه هو الأب البعيد الأب المسافر الأب المشغول الأب الكذا وتطيهم مساحة كافية أنه تبني شخصيتهم وكيانهم وحياتهم حتى يثبتون دورهم بالمجتمع ويكونون أعضاء نافعين بالمجتمع وأتمنى لها يا رب كل التوفيق والسعادة فأول ما قلت لهم أني رح أشتغل لا تفكرون أنه أنا رح أصير أنت تصرفون علي هو صح يعني زيالين ماديا وممكن يساعدوني بس ثاني كرامتي أنه ما تسمح أنه أحد يصرف علي وعلى أطفالي الزوجة كان إيه هذا واجبة بس هسا لا فمشيت بالإجراءات الطلاق أول ما رحت الأهلي رفعت قضية نفقة قبل الطلاق وهذا الشي يعني سامع عنه ورحت المحامي ومشي بالإجراءات وظليت أخذ نفقة وبدل شو نحسبوها حسب شغلة وحسب عدة سيارة فشانت النفقة كل طفل أخذ مئة وخمسة وعشرين يعني 250 يعني رفعت مني يعني شوية ساعدتني أنه حد ما لقيت شغل ردت شغل باختصاصي للأسف اختصاصي أنا ما موجود يعني ذاك الشغل عليه ويحتاج أنه أنا أساعد حتى أنه أشتغل به فدخلت في هاي المنظمات المجتمع الميدني أنا طبعاً هاي ما مطلقة بعدي والنفقة تجيني بس أنا إنه يعني شان تحصيل حاصر راح يصير طلاق بهاي الحالة كانت إنه منحس إن حظها هي كأمرأة إنه هي مخصة دراسة وعتها شهادة وتمتلك العقلانية الكافية حتى تبدي بمشروع لكن احنا ننصح حتى النساء اللي يعني ما صار عدتها فرصة إنه تكمل تعليمها وتأخذ شهادة إنه تفكر مشروع ضمن مؤهلاته لأن كل امرأة أو كل إنسان الله خلقه خلق بموهبة معينة ممكن يطور هذه الموهبة ممكن يستفاد منعتها ما نقول يستغلها يستفاد منعتها حتى يطور إمكاناته ومهاراته وبالتالي يلقي خاصة أحنا في مجتمع مفتوح الاتجاهات وممكن إنه بسهولة إنه أحنا نقدر نحقق الفكرة اللي ببالنا بس نحتاج مثل ما هي احتاجت إلى نتعلم طريقة الأقناع فن الأقناع إنه أنا إشلون اليوم أقنع ستنور إنه شاركني فكرتي وموضوعي وأخليها تحبة وبالتالي إنه تتحمل معوقاته حتى أنا وياها نقدر نعمل كثيم كفريق وننجح مشروعنا وبالفعل يكون أدنا مشروع ذات دخل مدزي يخلينا على الأقل نعيش بكرامة من تحتاج هذه المرأة أو غيرها من النساء اللي تواجه هذه المشاكل إنه إتمد إيدها أو تستغل من أشخاص آخرين فمن المنظمات عرضت مشروع المشروع هذا بإنه نأسس يعني مركز تأهيل للأطفال وأني شون علمت أطفالي حكم اقتصاصي المهم إنه راح أشتغل بهذا المجال فعرضت المشروع وهو يكون بالمنظمات يعني متبكين مادية فممكن يساعدوني فوحدة قالت أنا أكون مديرة للمشروع بس أنت لازم تجيبين مجموعة وياك اتصلت تعرفين بالكلية بنات الولد هات يجوا تشتغلون وهاي فرصة إنه وهي شيء اقتل عنا تين بنات إجال وياك بدينا من الصفر وأني كل هالفترة أطفال وياك يعني بنينا من الصفر وسونا ترويج لمشروعنا والحمد الله إنه صار مركز معترف بي ومسجل وتجينا عداد أطفال من ارتاحت أنا أطفال وياي هماتين يعني أدرسهم لأنه أنا قسمت الأطفال حسب العمر رفعت قضية الطلاة شون اللي صدمت شون اللي اكتشفتي مسويت زوجت انصدمت الموضوع إنه هو الزوج خلال هاي الفترة من الزوج وجاية يعني زوجة ببيت أهلي أنا قطعت علي بس إنه هو يجي يشوف أطفاله ما عنده مشكلة يجي لبيتنا وأهلي يستقبلوه بس أنا قلت حتى ما يصر مثل مشاكل بيناتنا لأنها طلعت بقود يعني ما طلعت سويت مشكلة انصدمت إنه هو متزوج خلال هاي الفترة بيت يعني ما انتظر حتى الموضوع وياي شون رح يكون أو يحاول إنه يرجعني لأنه أنا متشنت بحياته يمكن حاسبها مجرد شهوة كانت موجودة بالحياة وهو يرقض على شهواته والزوج ابنية وهال ابنية ما أدري شون قبلت بي وهي هو ما كان بالزوج قبلي وأني بعد على ذم تأم شون قبلت بي ما أدري دمرت نفسها وأني الصراحة انقهر على وحده هيتش المهم رفعت القضية وصارت القضية والمؤخر ماتي أنا اتنازلت عن يعني جزء مني لأن الوضع المادي وهو بمانه وتزوج وراح تصير عائلة فقلت لا أنا الحمد لله سعدي راتب والنفقة ماشية والله إحنا الماشي الزوجة مية وخمسين مية وخمس وسبعين لكن حسب يعني إذا فقط الزوجة أو عندها أطفال أو مثلا حالة الزوجة المادية يعني مثلا ما ممكن التاجر مثل العامل أكيد لا أكيد فالقاضي عنده مرونة بهالتفاصيل هاي ويأخذ كل التفاصيل ويحسمها يعني جزء؟ أي نعم فخلي لي لا أروح الزايد حتى ما أضره لأنه مهما يكون إذا أضره رح يقسوي أطفاله وأنا ما أريد أشوفهم الوجه المو حلو أنا بصورته لهم أنه ما عنده سلبيات أبوه المهم صار الطلاق وتم الطلاق وتنازل البثلش على جزء من يمه ومش هالموضوع وهذه أنا اعتبرها أمرأة ريادية وقيادية بنفس الوقت يعني هي برغم كل هذه الظروف قدرت تدقود عائلته وهي داخل يعني مو فقط الزوج وإنما عائلة مرافقة لهذا الزوج رغم هذا كله إنه هي مشت الأمور وياهم ما كانت أتهاء أي مشكلة وياهم يعني ما اسمعنا مشكلة العامة وتشنة مثل ما نسمعها بكل القصة نحن ناشز اللي هي تكون رفضة مطاوعة زوجها لكن يعني أنت من ترفضين ما نوصل مرحلة النشوذ إلا بعد عدة إجراءات بدعوة المطاوعة يلا توصل المرأة تصبح لها ناشز قانونياً فصعب نصبح لها ناشز لأن طلعت بزعلانة يعني المصطلح خاطئ اختيارها يعني تكون زعلانة يا أما ينحل ودياً أو ينحل قضائياً يعني تعرفين أنت المحكمة مفرطة للبحث اجتماعي وأكثر من جلسة وأكثر من جاية ومثلاً مرات ما يخلون الأهل يدخلون مثلاً عسى ولعل يصير ود وتذكار بالماضي وهيش تفاصيل على أنه تنحل وهو بالأمانة يعني مرات إحنا كمحامين ندخل بحل هاي التفاصيل قبل ما نوصل لأن تعرفين أنت هذا يعني حياة وأسرة رح تتفكك وخاصة إذا أكوا أطفال يعني هم عادة المتضرر الرئيسي هم الأطفال يعني لأن يظلون بين الأب وبين الأم وبين راح وبين إجه وهانا فق وخاصة إذا الزوجة مثلاً خلي حتي يوليك مثلاً خلي نقول الزوجة عندت وتخلي لك المشاهدة بالمحكمة وإحنا بالعراق يقول لك المشاهدة إليك بالأسبوع ثلاث ساعات زين أنت هسة ثلاث ساعات أنا أب عدا شوف جهالي ساعة راحت بالطريق خلي حدد لي المحكمة من التسعة الاثناش ساعة راحت بالطريق أو أنا موظف لازم أخذ إجازة ولازم فتشي فاللي يضرر عادة الأطفال هاي داحشيلت في حال مثلاً الزوجة عندت ويا الزوجة وسوتها قانونياً ورسمياً مية بالمية يعني المتضرر الرئيسي للأطفال فساكوا دوار خاصة بالمشاهدة 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 إيه موجودة لكن إحنا داحشيلت على طبيعة وضع العراق موسهل هاي التفصيلة فعادة تلقيهم مثلاً تفقون خميس على جمعة فلهذا إحنا كمحامين دورنا لأنه مون باوع للقضية قضية فلوس فقط ولأنه أنا أشتغلها يعني أقدر مثلاً يعني إحنا هواي حالات والله عندنا نحلها بالشركة أو بالمكتب أو مرات يعني بالجلسة قبل ما تبدي حتايا منها حتايا منها لان قلب الزوجة الزوج هو تعرفين عادة أن الزوج يكسر لخاطر مثلاً أولاده لخاطر المعيشة لأن تعرفين الخطوة موسهلة للطلاق ويرجع طبيعي زيان فلازم نشارك أحنا بعملية الإصلاح شوفين نفسك نجحتي بعد الطلاق قدرت تهتمين بأولادك هل تفكرين بالزواج مرة ثانية؟ أنا حاليا الحمد لله مستقلة وردت أن أطلع ببيت وحدي بس أهني شوفون أطفالي بعدهم الصغار قلي كبرون أكثر وأطلع باستقل وحدي سأليني أنه شون أنه أفكر بالزواج مرة ثانية الصراحة ما أشوف الزواج هدفي ولا أنه الزواج سوى لشي الحمد لله أنطاني أطفال الثين ودولي سندي ودولي كل شي بالحياة بس أنه أفكر بالزواج ثاني أنا الأول كان اختياري ما أكو شي إلا إذا كان زواج عاطف فيه أو أحب شخص بس ما أصور راح أفكر بالزواج مرة ثانية والله إحنا نتمنى من كل فرد مقبل على قضية قانونية إنه يذهب يستشير محامي قبل ما يروح يعني شون يصل لأفضل جواب أو لأفضل حل بالنسبة إله وكل قضية تعرفين لازم يستشير المحامي بيها نصا ويعرف شونه أفضل حل ويطيل حل أكيد لازم زواج المرة الثانية أنا ما أقول هو خطأ مئة بالمئة لازم هي كأم وصاحبة أولاد واختارت أنه هي لتكون المسؤولة عن أولادها لازم تتأنى في اختيارها وتختارها المرة بشكل أدق لأن ما حيكون المسؤولية اختيار لها فقط وأنما حيكون التأثير أو التأثير ما يكون عليها فقط السلبية وأنما احتمال تكون التأثير السلبية على أولادها فيجب أن تتأنى باختيار الشخص الثاني لا أبد مو خطأ إذا فكرت أنه تشوف حياتها لكن مهم جدا أنه شون تحافظ على أولادها في حياتها الجديدة لأن ذولة يعني أهم خطأة لازم تتأنى أيضا نصيحة مهمة للأهالي اليوم أنا أعتب على أم الولد وأهل الولد من شافوا أبنهم باتجاه خاطئ موقفوا على تحدى وما فهموا أنه صح الوالدة تعار كتوية وكذا لكن بالنهاية من قلهم تصرف عليها خلاص تكتو وهذا مو فشي صحيح المفروض يومية تكون للأم خاصة هو أنه عايش بداخل هاي العالم أقول أنه هو منعزل تنصحة أنه مهم جدا بيتك أسرتك عائلتك حفاظك أنه أنت صون هذه العائلة أنه أنت اليوم الشي اللي دا سوي بنات الناس أحياء الوعد الديني من جديد والحديث عن الوعد الديني والصح والخطأ والقيم الدينية ومبادئ أخلاق مجتمعنا الإسلامي اللي احنا ما نقول هو مجتمع منغلق بالعكس مجتمع دا يحافظ على الأسرة وعلى بناءها مجتمع يقوم الديني وقوم الأسرة بشكل صحيح فإحنا تمسكنا به هو مو تمسك بعادات وتقاليد لا هو تمسك ببناء مجتمع ذو ركائز صحيحة ومتينة